في الوقت الذي تواجه فيه السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد في توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا بسبب توزيعها على المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وعدم العدالة حسب البروتوكولات الدولية المعتمدة حملت منظمات دولية الاحتلال المسؤولية عن تطعيم العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية السلطات الإسرائيلية أعلنت عن إرجاء تطعيم العمال لأسباب تقول إنها إدارية بعد أن كان من المقرر أن يتم التطعيم في معابر الضفة الغربية والمناطق الصناعية يوم الأحد القادم وكانت السلطة الفلسطينية قد تلقت عددا محدودا من اللقاحات وبدأت بالتطعيم غير أن إدارة هذه العملية لاقت انتقادات كثيرة وكان أهمها إرسال لقاحات لبعض الشخصيات الفلسطينية في الأردن وعائلتهم في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم كامل الطاقم الطبي العامل في مستشفيات الضفة الغربية ومراكزها الصحية ومختبرتها